فجر الصحف النيجيري المقيم في بريطانيا أساسو أوبيوانا فضيحة من العيار الثقيل حول شجار رئيس الكاف باتريس موتسيبي مع المغرب فوز القجع على هامش اجتماع الجزائر ونشر الصحف النيجيري وعضو هيئة الفيفا لمكافحة العنصرية تغريدة على تويتر تحدث من خلالها عن تفاصيل الشجار الذي حدث بين موتسيبي والمغرب فوز القجع وحسب ما نشر أساسو فقد شهد اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف الذي انعقد بالجزائر قبل أيام مشدات كلامية بين المغرب فوز القجع ورئيس الكاف باتريس موتسيبي وقال المتحدث ذاته أن القجع الذي شارك في الاجتماع عن طريق تقنية الزوم وجه شتائم متتالية لرئيس الكاف بعد نقاش ساخن بين الطرفين وأضاف الصحف النيجيري نقلا عن مصدر لم يذكر اسمه أن الاجتماع الذي انعقد في الجزائر شهد خروجا عن السيطرة مما أجبر أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف على التدخل وقال المتحدث في تغريدته إن القجع أهان رئيس الكاف باتريس موتسيبي ووجه له كلاما جارحا ولم يكن له أي اعتبار كما رد موتسيبي بنفس الطريق على القجع وأضاف الصحف النيجيري نقلا عن مصدره الخاص أن الاجتماع كان سيئا حيث لم يكن هناك نقاش حقيقي واتخاذ القرارات يتم قبل حضور الاجتماعات وترأس رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف بمركز المؤتمرات الدولي بالجزائر العاصمة وشهد هذا الاجتماع مناقشة رئيس الكاف وأعضاء مكتبه التنفيذي عدة قضايا هامة أبرزها نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام بالولاية المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ترجمة نانسي قنقر